بالنسبة لمسألة ممارسة المرأة للرياضة من حيث الأصل الشرعي هذا جائز لا إشكال فيه أن تعتني المرأة بجسدها ورياضتها ولياقتها هذا أمر لا إشكال فيه لكن الإشكال عندنا في خروج المرأة من دائرة ممارسة الرياضة في حدود معينة إلى الدوريات إلى ممارسة من السباحة والتعريفها يعني ممارستها فقط كهواية وليس كتنافس كمباريات وخروج إعلامي وظهور المرأة وتعريها وغير ذلك هذا غير ما دخل التعري في هذا الموضوع؟ لا لأنه يلزم من نلعب بصندوق يعني أن العديد من الرياضات يجبرنا على المرأة أن تتعرى لا يمكن أن تمارس سباحة برياضة لا يمكن أن تمارس البالي بغير الرياضة حتى كرة القدم فيها تعري ولماذا يمكن للرجل أن يرتدي الميو عند السباحة؟ الآن المنطلق الشرعي الذي ننطلق منه هو أن الرياضة تمارس ما لم يكن هناك ضرر سواء هناك ضرر ديني أو ضرر جسدي أو ضرر عقلي أو نفسي أو غير ذلك من الأمور بالنسبة للشرع أوجب على المرأة مثلا حجابها وسترها فخروجها وتعريها في شتى أنواع الرياضات يعتبر مخالفا للشرع الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك والنساء المؤمنين يدنين عليه من جلابه فهذا الأصل الشرعي الذي قرره الشرع تحدث العديد من المخالفات عند نزول المرأة إلى ممارسة الرياضة نعم